السلام عليكم في يوم من الأيام كتب مغترب لسنين يعود أخيرا لوطنه فقال ها أنا ذا يا وطني أعود إليك من بلاد كان كل فرح لي فيها ينغصه أنني لا أعيشه على أرضك يا وطن وكل حزن ضعفه أنه ليس في حضن الوطن بلاد العزيزة أعود إليك بعد هذه السنين الطويلة التي مر كل يوم فيها بل كل لحظة وابنك يا بلادي معكر الصفو غربة وصبابة وحنينة كنت أسلي خواطر نفسي وتلك الأشواق التي تتعارك في داخلي بأنني خرجت منك طالبا للمعرفة وسأعود إليك بانيا لصروح المعرفة لصروح الحضارة لصروح النهضة وأيضا نهضة هذه البلاد سأشارك في رسم ملامح مستقبلك الذي يبدو جليا أنه مشرق سأساهم في ذلك النور بمصباح معرفة وأسهم في تطبيقي وأساهم في تطبيق رؤية المملكة عشرين ثلاثين ها أنا ذا يا بلادي أعود إليك وقد خرجت منك معتزا شاهدا على أمجادك واليوم أعود واعتزازي بك أعظم يا بلادي يا بلادا لم ألقى مثلها في العالمين أعود لك بانيا ناهضا مشاركا في ترسية قواعد رؤيتك ورسم ملامح أمجادك ووضع النقاط على حروف مستقبلك أعود لأكون بالمعرفة نجما مشعا في سمائك وزرعا مثمرا يانعا في بساتينك يا وطن أعود يا وطن لأعين وأعيش وأشارك في مجدا لا يشابهه مجد في العالمين وعز بالغ ما له حد يا بلادي إسلامي للمكارم للطالات ودوني بحبر فخر في السجلات نهضة وحضارات أمجادا وبطولات حنيني ولو يسمع حنيني وحنتي جبل يام وهيلان مضمون هزته أمن الشوق الأوطان شوقي ولهفتي وغاية امراضي موطني بل وغايته بلادي وأرضي هي شموخي وعزتي وفيها ينال الشخص طبعا مكانته فدا موطني روحي وقلبي ومهجتي تهون المنايا لج المجدة وعزته حياكم الله في المجد للوطن